موسيقى مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل ملف القوات الإيرانية وميليشياتها الطائفية في سوريا كان وما يزال محور مباحثات ومطالب عديدة لسيما أن دولا عدة تعد إنهاء عقدة ذلك الملف تمهد للحل السياسي في سوريا فالولايات المتحدة الأمريكية شددت في جميع استراتيجياتها المقبلة في سوريا على سحب القوات الإيرانية من هناك وجعلت من أحد أهدافها أو أهداف قواتها في سوريا الحد من نفوذ إيران في قمة هلسن كلم عقدة في تموز الفائت ألمحت مصادر صحفية إلى تفاهمات بين ترامب وموتين تنص على مقايضة الوجود الأمريكي في سوريا بالميليشيات الإيرانية هناك وقد سرب حينها أن واشنطن تمسكت ببقاء قواتها في قاعدة التنف لمراقبة الخروج الإيراني روسيا أيضا طلبت بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا بما فيها ميليشيات إيران لكنها أعلنت لاحقا أنها غير مسؤولة عن إخراج الإيرانيين بعد جولة أوروبية في حزيران الماضي انتزع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو موقفا من زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا فيه بخروج القوات الإيرانية من سوريا من جهتها مجموعة الدول السبع بشأن سوريا قدمت إحاطة للمبعوث الأممي لسوريا حول مستقبل البلاد تضمن قطع نظام الأسد علاقته بشكل نهائي مع إيران منتصف الشهر الحالي تقدم المندوب السعودي في الأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في سوريا طالب فيه بخروج كافة القوات الأجنبية والإرهابية من سوريا في المقابل يواصل نظام الأسد تمسكه بالقوات الإيرانية وأكد مرارا على أن سحب القوات الإيرانية غير مطروح للنقاش لأنه شأن يخص نظامه نتابع في سيادة هذه الحلقة وأرحب من جديد بضيوفي بسيادة العميد أسعد الزعب الخبير العسكري والستراتيجي ضيفي هنا في السوديو وبالدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ضيفي من عمان وبالمحلل السياسي الروسي من موسكو السيد فيتسلاف ماتوزوف وبضيفي من القدس الغربية المحلل السياسي الإسرائيلي السيد شاول مينيشي مرحبا بكم جميعا وسؤالي لسيد شاول لماذا بعد إسقاط الطائرة الروسية من قبل إسرائيل لم نشهد أي عملية عسكرية على إيران أو ميليشياتها أو على حزب الله قدمت روسيا لكم مقترحا مؤخرا بسحب القوات الإيرانية من على الحدود مع الجولان في عمق 80 إلى 100 كيلومتر هذا ما رفضته إسرائيل واليوم هناك قواعد لحزب الله وقواعد لإيران تبعد ربما بضعة كيلومترات عنكم ما الذي حدث في الداخل الإسرائيلي حتى تغيرت استراتيجياتها في مواجهة إيران ردا على هذا السؤال أنا أوضح هنا موقف إسرائيل الرسمي الذي ألمح إليه بن رات عبيدة رئيس الوزراء وهو أنه بعد إسقاط الطائرة الروسية ليس من قبل إسرائيل كما يعتقد وإنما أسقطت هذه الطائرة بصاروخ روسي وبأيدي ضباط سوريين عن طريق الخطأ وبوتين ذاته اعترف بهذا الموضوع بالنسبة لسؤالك يعني هذا السؤال معناه أن إسرائيل تخشى تجديد الغارات ضد القوات الإيرانية وهذا غير صحيح موقف إسرائيل هو أنه هناك تفاهم جديد بين روسيا وإسرائيل بالنسبة لهذا الموضوع والسبب لسكوت إسرائيل في الوقت الحاضر هو وكما ألمح رئيس الوزراء أنه تدخل دخول قوات إيرانية إلى سوريا حاليا يكاد أن يتوقف وأن روسيا تجري اتصالات من أجل إخراج القوات الإيرانية من سوريا مقابل وقف العلاقات وبالنسبة لهذا الموضوع الرئيس بشار الأسد وكما يقال عن طريق الخطأ أنه هو نظام شرعي بإمكانه أن يطالب إيران بالخروج هذا غير صحيح أبدا لأن نظام بشار الأسد هو تحت إمرة الإيرانيين لأنهم وكما إيران إن عدنا قليلا إلى التاريخ الحديث العقوبات الأمريكية سمح لي فقط أعطيك مقاربة العقوبات الأمريكية لم تخرجها من العراق العقوبات الأمريكية لم تقسقس أجنحة حزب الله في لبنان فكيف لها أن ترضخ للعقوبات اليوم بعد كل هذه المليارات من الصرف على نظام الأسد بعد آلاف المقاتلين الذين انتشروا في عشرات القواعد العسكرية في الداخل السوري هل برأيك موضوع العقوبات ورفع العقوبات ورقة يمكن أن تضغط أي طرف سواء الولايات المتحدة أو أي طرف آخر على إيران ويجبرها على الخروج من سوريا سيدي بدون أي شك لأن العقوبات المفروضة على إيران حاليا تختلف كليا عن العقوبات التي فرضت على صدام حسين العقوبات الحالية الشد ووقع تأثيرا وخاصة بعد تكثيفها قبل حوالي أسبوع وأعود إلى الموضوع وأقول أن بشار الأسد غير قادر على إخراج إيران من سوريا لأنه خاضع لهذا النظام وأنا أتذكر طيب داكي من بشار الأسد ربما بشار الأسد غير قادر على الذهاب لوحده إلى الحمام خلينا على إيران خلينا بموضوع إيران أنا أريد أن أصحح كلام بالضبط يا سيد أنا فقط أريد أن أصحح كلام أولا 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 الطائرة الروسية التي أسقطت في اللاذقية واسأل طيارينك الإسرائيليين اسألهم ما في أي شيء اسمه خطأ أسقطت بيد سوريا إيرانية عن قصد للوصول إلى هذه النتيجة وأسرائيل وأنا أعلم بطيارينك وأعلم بالقوى الجوية الإسرائيلية أعلم تماما أن إسرائيل لو تريد الآن تريد أن تنفذ غارات في سوريا رغم الـ S300 والـ S400 والـ S500 والـ S600 إسرائيل بالمنظومة الإلكترونية المتوفرة أنا لا هنا لا أمدح إسرائيل إنما أتحدث عن حقيقة علمية أسكرية موجودة إسرائيل قادر أن تنفذ غارات حتى من اليوم الثاني لإسقاط الطارة الروسية ولكن هذه كانت مكيدة ومتفق عليها وأعتقد أن القضية قضية مقصودة لم يسقطوها بطريق الخطأ أسقطت بطريق الطريق المقصود وأنا أعتقد أنني خبير بهذه القضية أكثر من أي واحد ولكن أسأل طارينك يعلمون هذا تماما طيب أكمل بشكل مختصر سيد شاؤل تفضل طبعا ما تحدث إليك هو سيادة العميد أسعد الزعب هو عميد طيار ولديه خبرة في سلاح الجو بس خلينا بموضوعنا بموضوع إيران أنا أريد أن أسأل السيد العميد هل يعتقد أن موضوع إيران طيب موضوع إيران اليوم بالنسبة لإخراج إيران من سوريا النظام السوري بحاجة إلى تدخل دولي وخاصة روسيا لأن وحده لا يمكن أن يقوم بذلك لأنه يخاف من إيران وأنا أذكر قبل سبع سنوات بشار أعلن أنه مستعد لعقد معاهدة السلام مع إسرائيل بشرط أن تخرج من الجولان وفي ذات اليوم طلع الخميني وقال إنه فيما إذا بشار الأسد دخل إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل فإيران سوف تجدد تقييمها تقييم علاقاتها مع سوريا وهذا بمثابة تهديد لبشار الأسد فيما إذا فكر أن يقوم بأي خطوة لوحده ومن ثم فهو بحاجة إلى تدخل دولي وهذا سر تدخل سوريا اليوم في موضوع إخراج إيران لأن لها مصلحة بأن تكون وحيدة في سوريا ثم أريد أن أصحح ما قاله ضيفكم العميد بأنه يعني إسرائيل هي التي أسقطت الطائرة الروسية وهذا غير صحيح وبوتين ذاته قال مباشرة أسقطت السوريين والإيرانيين قال النظام وإيران قال النظام وإيران نعم نعم سيد ماتوزوف دهمنا شوي الوقت سأعطيك بعض الوقت بالتأكيد اليوم إن لم تستطع روسيا أو لا تريد كما قلت أنت أن تلعب بأوراق إيران وغيرها ولكنها بذات الوقت هي تربطها بإسرائيل علاقات استراتيجية وعلاقات قديمة وعلاقات جيدة حتى بعد إسقاط الطاقرة لم تتأثر العلاقات بين روسيا وإسرائيل إلى حد كبير كيف يلقى مطلب إسرائيل لدى الروس حاليا بإخراج إيران من سوريا أو الضغط الضغط دبلوماسي علاقات روسيا مع إسرائيل علاقات لا بأس بها حتى اليوم بعد إسقاط الطائرة الروسية ولكن علاقات استراتيجية لدي إسرائيل مع ولايات المتحدة الأمريكية وإين علاقات أمريكية روسية نحن كلنا نعرف جيدا أنا أقول لكم أنا مقتاني 100% أن لا دغوطات ولا اقتصادية ولا دغوطات أسكرية تؤدي إلى وقف النشاط وجود الإيراني روسي أو غيرهم في سوريا هناك طريقة وحيدة نحن لا نشجع الصراع العرب ضد إيران ولا نشجع إيران في صراع ضد العرب إذا نحن ننطلق من هذه الأقلية أقلية تشجيع الصراعات الإكليمية نحن نشاهد النتائج نحن نشاهد النتائج في الإيراق هناك تراجعة بعض درب أمريكي سياسة الولايات المتحدة في المنطقة بالضبط وأنا أقول أن حتى صدام حسين الحسار حسين كانت من كل العالم بقرار مجلس الأمن وهناك كانت حسار من سوريا من أردن من دول الخليج من روسيا من سين الشاب كل الدول العالم كانت يشاركون في برنامج غداء بديلا للبترول الأمن المتحدة ولذلك هذا ليش صحيح أن أوضاع في إيران وإراق أسوأ ولذلك أنا أقول أن طريقة الوحيدة أن الروسيا كانت تتقدم مرارا وتكرارا لمعالجة كل الاستدامات بين إيران والعرب في لبنان في سوريا في يمن في الخليج طريقة الوحيدة أن يجلسوا على طاولة المفاوضات طاولة مستديرة لدول الخليج بما فيها دولة إيرانية ويناقش موضوع وصراعات على طريقة سياسية أي درب يأخذها الدولة أو أخرى لحرب تشجيع الحرب في منطقة تؤدي إلى انتشار انتشار الوجود العسكري إيراني وصلت السورة أعزوني على المقاطعة لما يتبقى لدي وقت أعطي دقيقة فقط للدكتور حسن أبو هنية هل ترى بالفعل أنه في نهاية المطاف الكل سيجلس للتفاوض مع إيران لأن موضوع إخراجها بالعقوبات الاقتصادية أو بالحرب أو بالآلة العسكرية هو أمر يستنزف الجميع بالتأكيد أعتقد المشأة المعقدة أعتقد سوريا أصبحت هناك خمس قوى أساسية متداخلة الولايات التحدي الأمريكية وروسيا وإيران وتركيا بالإضافة إلى إسرائيل وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى عمل دبلوماسي وسياسي أوسع ولا يمكن العمل العسكري سيؤدي إلى نتائج كارثية ولا أحد يمتلك مثل هذه القدرة ليس من ناحية القدرة والإمكانات العسكرية هذا يحدث عن الإمكانيات القلف العالية سواء على المنطقة أو على العالم وبالتالي لا أحد مستعد لمثل هذه الحرب وهذا ما تؤكد عليه جميع الأطراف أعتقد في المنطقة ولكن هل يمكن الوصول إلى صفقة؟ هذا ما تقول أمريكا بأن هذه العقوبات ستؤدي في النهاية إلى إجبار أو أن تذهب إيران إلى النوع من البراغماتية وبالتالي تدخل في مفاوضات انسحاب من هذه المنطقة لكن هذا الإيرانيين لديهم نفس طويل وهم يراهم على تغيير الإدارة لأن نعلم أن إدارة أبوما كانت قد سمحت بنتيجة المنظور الجيوسياسي والأمن القوم الأمريكي الذي اعتمد أيام أوباما على مبدعات التوازن وبالتالي التوجه الجولي في شرق آسيا وهذا ما أدى الأفضل إلى فيه لتموز 2019 إلى الاتفاق النووي مع مجيء ترامب قال بأن الأولوية هي إيران طبعا لمصلحة إسرائيل كل ما يحدث هو لمصلحة إسرائيل الحديث عن الإيرانيين بمعنى الشعب السوري والقضية السورية ليست في وارد المسألة وبالتالي أنا أعتقد بأن كل هذا هو حديث قرافة المنطقة ستبقى في داخل هذه الأزمات والحديث عن الانسحابات والحديث عن المفاوضات لكن أعتقد أننا نحن أمام واقع صعب هناك خمس دول متداخلة في سوريا ولا يوجد هناك أي أفق لتحول أو حل ونحن بانتظار أعتقد موجة من العنف في سوريا وموجة من العنف في المنطقة العربية نعم سيادة العميد دقيقة واحدة فقط أثرتين ثانية تريدون إخراج إيران عليكم أن تدعموا الشعب السوري الذي قتل من قبل إيران الشعب السوري السني وأقصدنا والشعب العراقي السني الذي حرمتموه أن يحمل بندقية بينما سلحته من الحج الشعبي أليس تأجيج للصراع هذا أبداً من كان يريد أن يؤجج الصراع هو من خلق هذا الصراع الطائفي عن طريق دعم بشار الأسد والحج الشعبي وبتالي إطلاق العنان لإيران أن تدخل وتنفذ ما تريد يعني لن يخرج إيران من سوريا ألا سوريا أبداً العقوبات ولا السياسة ولا المجتمع الدوري ولا مجلس الأمن شكراً جزيلاً لك ولمشاركتين معنا ضيف عزيز زيادة العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والإستراتيجي كل شكراً لدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات المتشددة كان معنا من عمان شكراً لسيد فيجسلف متوزوف المحلل السياسي الروسي كان ضيفي من موسكو وشكراً لسيد شائل منش المحلل السياسي الإسرائيلي كان معنا مباشرة من القدس الغربية شكراً لكم مشاهدين على طيب المتابعة أنا ألقاكم غداً بإذن الله في حلقة جديدة وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة